يأتي ذلك عقب المباحثة الموسعة التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مع نظره الفلسطيني محمد أشتيا الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد رسمي رفيع المستوى وبحث مدبولي وأشتيا عدد من ملفات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك